السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفرج همي ربي رزقني من حيث لا أحتسب وافتح لي أبواب رزقك وفضلك وأمطرني بفرح ورزق لم أتوقع اليوم توقعاتنا لا يوم الخميس 13 نيسان إبريل طبعا اليوم زي ما ذكرت في صورة الغلاف أنه بداية تأثير زاوية خطيرة جدا اللي هي بين زاوية التربيع اللي بين الشمس وبين بلوته اليوم رح تبلش تأثيراتها رح أشرح عنها شوي ولكن زي ما وعدكم أنه هاي رح يكون لها من ضمن حلقة عشان نركب الأمور مع بعض ونشوف إيش الخطر المتوقع بالفترة القادمة القمر الآن موجود في برج الجدي لغاية ساعة المساء عادين بده ينتقل ويصير في برج الدلو بما أنه موجود في برج الجدي فهو الآن موجود في منزلة ساعة بلع وهي منزلة للعلاج والفراق وإتلاف الأموال والحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 21 دقيقة من مساء اليوم الأربعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة ساعة السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجدي معناته من ضل على طبيعتنا الجدي لغاية ساعات المساء منحاول إنجاز عمل متراكم نجد أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن نسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض منها علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو شراء أو عمل أو مراجعة شركات التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نحكي عنها اللي هي زاوية التربيع السلبية اللي بين الشمس وبين بلوتو وهاي طبعا تأثيراتها مستمرة من اليوم بتبلش تأثيراتها اللي هي من 13 أربعة ولغاية يوم 28 أربعة طبعا هاي الزاوية الذروة تاعتها تيجي ما بين 17 أربعة و 24 أربعة يعني هي التأثيرات موجودة من 13 إلى 28 ولكن القوة احنا بنحكيه هسا ذروة هاي الزاوية اليوم اللي رح تصير في هاي الزاوية تتشكل اللي هو يوم 20 أربعة اللي هو يوم الكسوف رح تصير هاي الزاوية الساعة 24 و 26 دقيقة بعد العصر طبعا هاي الزاوية هي سبب بأنه بالفترة القادمة رح تور أعمال عنف ومواجهات لها علاقة بالنيران والمعادن وبرضو بتعزز التسلط عند البعض وبحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين بتضع عقبات في طريق نجاحنا وبتسبب لنا عدوات خفية كما إنها بتزيد من الشهوة الضارة وبرضو هيك بتعمل نوع من النوع الضغط على الصحة ومحتمل إنه بعض الأشخاص يعني يدخلوا بمرحلة مرضية المرحلة هاي تكون طويلة شوي حتى يتشافى أما دوليا فهي بتدل على وجود مؤامرات ضد حكومة ما سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بالتعبية ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار وهناك احتمال وقوع حرائق وحوادث حرائق ظواهر طبيعية كالزلازل والبراكين والتعرية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين بلوتو وهاي طبعا حكينا أن تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 14-4 بتخلق جوعا من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابا بحيث أنها بتدعم وبتتعزز أكثر فأكثر طبعا بالنسبة لها دوليا فهو لنا أنه هاي يعني بتدل على وقوع تطورات وتحولات إيجابية في الانتاجات الفنية والموسيقى والإنتاج الفني اللي ممكن يحقق نجاح في هاي الفترة لأنها رح تيجي بأساليب جديدة مخالف الأساليب المتداولة وبتظهر على الساحة الفنية وجوه جديدة وبيتجدد أسلوب بعض الفنانين المعروفين وبغيروا إيقاعاتهم وطريقة إلقاءهم وهذا الشيء بيحب بالجماهير أكثر فأكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية إقتران إيجابية رح تكون بين الشمس وبين المشتري وهاي طبعا تأثيراتها مستمرة حتى يوم 17-4 وهاي الزاوية بتدفع بحضورنا بصورة عامة وبتقوي إرادتنا وبتمنحنا الثقة بالنفس والتسامح والميل لحسن التصرف وهذا الاتصال برضو بيجلب مع حظ ونجاح ممكن نستفيد من أمور كبيرة لها علاقة بالدور الاجتماعي برضو بتحقق حياتنا المهنية والمادية برضو نجاح وبتربطنا علاقات مهمة ونافعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين الزحل وقولنا إن هاي مستمرة تأثيراتها لغاية يوم 21-4 بتنقطع العلاقات العاطفية الضعيفة إلى غير رجعة وبتزيد من غيرتنا وحبنا للتملك وميلنا للاكتئاب والنزاعات مع محيطنا بتدل على تراجع في المنتوج الفلاحي ومنتوج مؤسسات الدولة والصناعات الثقيلة والصناعات الحرفية بسبب الإهمال والتكاسل اللي رح يغلب على موظفي هذا القطاع وبتقلل من عطاهم بعض المؤسسات المالية والبنوك بتعرف نوع من أنواع الاضطراب في المدخيل بسوء سوء التدبير أو التبذير وبرضو بيعاني المجال الفني من كساد وقلة المبيعات وبتقلل حفلات والسهرات بسبب ميل الناس أكثر للتحفظ وبتزيد التزام الناس وبسبب تقيدهم بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل ما بعديها وهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون ذروتها ساعة سبعة وتسعتاشر دقيقة صباحا من صباح اليوم وطبعا تأثيرها من ساعات الفجر ولغاية ساعات المساء يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا ودل على استيار الرأي العام يعني اللي لها علاقة بالوضع المالي أو أمور مالية بتتسرب خلال هذا اليوم نتيجة تراجع مداخيل الدولة أو تغاكر في مداخيل المؤسسة المالية أو البنكية أو زيادة في أسعار بعض المواد خصوصا الغذائية منها أو نتيجة سن بعض القوانين الجديدة المتعلقة بمدونة المرأة وتشغيل الأطفال أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون الساعة التسعة و 11 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين وبما أنه زاوية التربيع يعني هذا آخر ربع للقمر في هذا الشهر العربي هاي الزاوية بتجعلنا عندنا نوع من أنواع القلق أو متشائمين متقلبين بتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر وبتدل على استياء الجماهير والرأي العام من حكومة ما أو ظهور خلافات عرقية أو دينية أو فيما يخص قضايا المرأة والمجتمع وتقلب أسعار بعض المنتجات الصناعية خصوصا الغذائية منها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي آخر زاوية ما قبل خلو المسار هي زاوية تسديس إيجابية راح تكون بين القمر وبين نبتون برضو تأثيراتها طيلة اليوم هاي الزاوية إذا ربطها ساعة 2.13 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليف أن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل بتدل على استياء الجماهير والرأي العام في حكومة ما أو ظهور خلافات عرقية أو دينية أو فيما يخص قضايا المرأة والمجتمع وتقلب أسعار بعض المنتجات الصناعية خصوصا الغذائية منها بتدل على حسن حال المشتغلين بقطاع البحري أو الصيد أو أي شيء له علاقة بالسوائل وبتزيد من مردودية تكرير النفط والصيدلة وزيادة اهتمام الناس بعقيدتهم ودينهم بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار للقمر رح يبدأ الساعة 2.13 دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى تمام ساعة 8.41 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش لينتقل القمر ويستقر في برج الدلو هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل قلو المسار الساعة 8.41 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش خلص بكون القمر انتقل واستقر في برج الدلو عشان هيك من ساعات المساء منصير نشعر أن بحاجم سل التغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا وبنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من إنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة أو إدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء جهاز إلكتروني أو الاهتمام بالإلكترونيات وأيضا تجربة طعام جديد بعد الانتقال وبعد ما يستقر القمر في برج الدلو تتشكل زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي راح تكون الساعة 9.10 دقائق مساء بتوقيت جرينتش يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعات العصر وبتستمر لغاية ساعات صباح يوم الجمعة هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نخوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة برضو بتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبرضو بتدفعنا للإبداع في نوع من أنواع التحولات الإيجابية راح تكون في الرأي العام بخصوص مكانة المرأة وهاي فترة مناسبة لتطوير الصناعات الغذائية وتغيير آلاتها ومعداتها بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والتحال وجهاز التوازن وهدولة كلهم تأثيراتهم لغاية ساعات المغرب تقريبا فعشان هيك برضو اليوم لا يصلح الموضوع لعملية جراحية لهذه الأعضاء خصوصا في فترة خلو المسار وأيضا الأمور التجميلية للجلد والشعر برضو هذا اليوم لا يصلح وأنا بفضل أن يؤجل ليوم الجمعة بيكون أفضل بكثير أما في ساعات المساء فطبعا القمر رح ينتقل ويصير في برج الدلو معناة بطة الساق والكاحل والساق وترى العرقوب عضلات الساعد وهرمينات الغد الدرقية هم هدولة اللي بيكونوا أكثر حساسية طيب الآن بالنسبة للغد الدرقية بما أنه في زاوية تربيع ما بين القمر وما بين الشمس فهنا من يقول الأشخاص اللي بيأخذوا الثايروكسين اللي هو علاج الغد الدرقية بدهم يلتزموا بالمعايير وبدهم يشربوا مي بكميات كافية خلال هذا اليوم أما بالنسبة للعمليات الجراحية فأقول لأنه دون الأعضاء اللي ذكرناها إلا إذا كانت عمليات اضطرارية ما في مجال تأجيلها وهذا اليوم زي ما حكينا غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد لأنه الجلد حكينا بحساسيته أنا بفضل كل الأمور هيتؤجل ليوم الجمعة بيكون أفضل من هذا اليوم ولكن كقص شعر عادي أو حناء مثلا ما في أي مشكلة بالنسبة لخلو المسار القادم طبعا راح يكون يوم السبت 15 أربعة بيبدأ خلو المسار في تمام الساعة 3 و 15 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 10 و 56 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع زي ما حكينا أو هو المربع تحديدا مش انحساره 23 يوم في تمام الساعة 11 و 41 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بيصير 24 يوم نسبة الإضاءة في ساعات الظهر بتكون 50% ولكن في ساعات المساء بتوصل 44% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 24 سعيد الآن بنسبة 30% القمر في الجدي بدينتقل للدلو راح يظل في الدلو حتى يوم 15 أربعة سعيد الآن بنسبة 15% بعد منتصف الليل بصير سعيد بنسبة 30% ويظل طيلة النهار 30% لغاية ساعات المساء بعدين بترتفع في ساعات المساء نسبة السعادة لستين في المية عطارد في الثور حتى يوم 21 أربعة منتحس بنسبة 15% الزهرة في الجوزة حتى يوم 7 خمسة الآن هو سعيد بنسبة 10% من ساعات منتصف ليل الأربعة على الخميس بصير منتحس بنسبة 10% وبكمل طيلة النهار المريخ في السرطان حتى يوم 21 خمسة سعيد بنسبة 45% المشتري في الحمل حتى يوم 16 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17 ستة سعيد بنسبة 15% أورانس في الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 30 ستة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 30 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً بتظل الأجواء جيدة على مستوى الأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم بإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء تهدؤوا من روعكم وما تنفعلوا اتجنبوا مخالفة القوانين واحرصوا على استقراركم اتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة واحرصوا على لجمها إذا شعرتوا ببدايتها طبعاً هذا الأمر لغاية ساعات المساء أما من ساعات المساء فهنا حاولوا تصحيح الإعلاقات المتردية وما تبقوا وحدين لأنها فترة بتصير ناشطة ناشطة واعدة دراسياً أو مهنياً أو عائلياً وبكثر الاتصالات والمواعيد برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً هنا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيماً لبعيدة خلال هذا اليوم لغاية ساعات المساء وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن تذهبوا في رحلة أو تروجوا لعمل أو تحصلوا على معلومات ما كنتوا تتوقعوها وبكون في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتكم العاطفية والعائلية أما في ساعات المساء فهنا بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم شيء ما ترتجلوا المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم بتضغط عليك المسئوليات وحاول أنك تواجه الأمر أو الأمور الموكلة لإلك صحيح أنه اليوم ممكن تواجه أمر صعب ومعقد فعشان هيك بدك تلتزم بمسئولياتك وتضبط أعصابك بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا في تهدئة الأجواء تعتبر هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير ممكن تطلقوا مساعدة أو تعاطف عليكم كنت تحلوا بالليونة والتفكير الموضوعي لغاية ساعات المساء أما من ساعات المساء فهنا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأحبة أو أشخاص خارج البلاد وبرضو يعني اليوم بتصير الساعات هاي بتحمل فرصة بتفتح أمامك أبواب لها علاقة بسفر، تسويق، نشر، دراسات عليا وبتفرحوا لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهم إيش أنكم تتحركوا على مختلف الأصعاد برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هذا يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة بوسعكم اليوم الاهتمام بمسائل للمصالح، للتقارب، للاتفاق ما بينك وبين شركائكم إن كان بالعمل أو بالعاطفة يعني حاولوا بس إنه تكونوا ماسكين أعصابكم لأنه اليوم ما بينفعكم سواء الصبر والمرونة لأنه ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات أما في ساعات المساء فالقمر بيتحرك من مقابلك بصير في البيت الثامن فعشان هيك بتعيدوا الضبط ميزانيتكم حاولوا أنكوا تدخلوا تعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطكم بيطمعين بالكم وبتفرحوا لتطور فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر الآن بدي يبدأ بمراحل المقابلة فعشان هيك هذا يوم بيستدعي منكم ضبط نفس قدر الإمكان وما في داعي للعصبية أو الاندفاع انجزوا ما بوسعكم من عمل المتراكم دون المبالغة في ذلك من الآن لغاية ساعة المساء بدكوا تنتبهوا برضو لغذائكم وراحتكم تكونوا منظمين تحسنوا إدارة عملكم حذروا من الجدال مع المعاونين ولا تهملوا صحتكم ولا تأجلوا ولا تماطلوا أعمالكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية أما في ساعات المساء فهنا بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوء عصابكم طبعا شراكات مالية أو عاطفية وخصوصا شراكات العاطفية يديروا بالكم منها حافظوا على هدوءكم وما ترتجلوا أي كلام أو توجهوا أي ملاحظة لأنه خصمك جاهز أنه يشعل الحرب عشان هيك بدك تحافظ على هدوء عصابك وما تكون عدائي برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم من الآن ولغاية ساعات المساء فما بيتخلى الحظ عنكم لاعاطفيا ولاماليا بتمفرج أساريرك وتعيش لحظات سعيدة نسبيا وتعتبر برضو فترة إيجابية لغاية ساعات المساء مناسبة لطرح الأبكار للارتباط أهم شيء ما تهملوا الواجبات اتجاه العائلة والأحبة وحاولوا أن تصححوا الأخطاء أما في ساعات المساء فهنا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم لا تهملوا صحتكم وحذروا من تعب صحي أو جسدي بيمنعكم من أداء واجباتكم اليومي كما يجب وتظهر مسألة عائلية أو شخصية طارئة أو ممكن تشعروا ببعض التوتر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلة أو منزلة وممكن تظهر مشاكل شخصية أهمش أنك ما تتهرب من المسؤولية اتجاه العائلة الأجواء عدائية ومتوترة عشان هيك بتكوا تراعوا ووضعكم الصحي أما في ساعات المساء فهنا بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم بتفرحوا لإنفراج ملموس بترتفع فرص النجاح بتشتد عزمتكم وبتقوموا بخطوة مباركة وممكن تطلقوا إشارة إيجابية وتعتبر هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسكم بعد العواصف برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطوا في مسائل العلاقة بالسفر والاتصالات ويعتبر هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان ولغاية ساعات المساء الأجواء جيدة بتعززوا العلاقة مع الإخوي مع الجيران بتدعمكم الحضوض بتكون جريف التعبير عن رأيك بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل يعني الأجواء جيدة في ساعات المساء هنا بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك أو امتعاضك وحاول أنك ما تخالف القوانين واحترم المواعيد والالتزامات المهنية ويهتم بعائلتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بيحمل لك هذا اليوم من الآن ولغاية ساعة المساء فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات وحاولوا أنك تمنعوا عن مشتريات غير ضرورية ابتهتموا بتوظيف أموالكم لكن بتكونوا عاقلين أيضا في صرف الأموال ممكن تهتموا لمناقشة دعم مالي أو قرض أو تفكروا في بعض الاستثمارات والتوظيفات تعتبر فترة إيجابية ممكن تحققوا من خلالها ربح ما أما من ساعات المساء فهنا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وتعتبر فترة مهمة للتواصل مع المجتمع وليس مع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة بتسفر عن اتفاق أو مصالحة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية برضو اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم تتحلوا بالحكمة وواقعية الأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر أما في ساعات المساء بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم حاولوا انكم ما تغامروا بأموالكم وتعتبر هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا فأهمش انكم ما تتسرعوا باتخاذ قرارات حاسمة وانتوا بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بظل هذا اليوم برضو بيتطلب منكم لغاية ساعات المساء الانتباه بشكل جيد لصحتكم عدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وطيرتك لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهمش انك ما تحسم أمر لأنها هاي فترة سلبية مقايبة للآمال ممكن تندم على أي خطبة تقوم فيها أما من ساعات المساء بتستعيد نشاطكم وحيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك بتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة بتمتلك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق برضو اليوم في ساعات المساء ممكن تتلقى خبر سار برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديقوا منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الأفاق وبتحتفلوا بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعززوا شعبيتكم أو تحصدوا أرباح بتفرحوا لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جانبكم طبعا هذا كله لغاية ساعات المساء ولكن في ساعات المساء هنا القمر رح يوصل لبيت متاعبكم فمن ساعات المساء بتبلشوا تشعروا بأنها بدأت فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة فعشان هيك بتكون تحاذروا الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة لأنه ممكن تخيب أمالك أكثر وتتأخر أعمالك أكثر فأكثر حاولوا تضبطوا عصابكم خلال اليومين هدولا والخميس والجمعة ابتداء من السبق خلاص القمر بكون وصل عندكم تتغير الأجواء لصالحكم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء